نروح بسرعة طويلة على السعودية مع الأستاذ علي مسعود مدير تحقيق جريدة الرياض السعودية أهلا بيك يا فانت أستاذ علي أستاذ علي أستاذ ردك ربنا بريد السحيات لكل مشاهدي في قناة الأعلى كل سنة وحدك طيب أستاذ ردك بقى أنت صحة والسلامة وكل المشاهدين وكل عشتات الأهلى في كل مساحة نا ودايما كده بخير وفي الخير إن شاء الله يعني طمنا على المحترفين المصريين وهل هم مش عايز أقول عمله طفرة يعني شايف مستواهم إزاي في الدول السعودي والله من المهمة تأكيد في البداية كنتميدوا على أن إحنا طبعا الإسبوع ده الأرجنتيني أكثر كبر مدرب المستخدم المصري موجود حاليا في السعودية لتحقيق قراره بالنسبة للعناصر اللي يضمها من المحترفين السعودي وأعتقد النهاردة كان فيه تفرح لكافة الإيهاب لعيسا قال فيه إن محترفين السعوديين هم ستنت في تأجيل إعلان قائمة المنطقة المصري المنتظر ممكن إن شاء الله تعلن على الأربع تقريبا تمام زي ما حضرتك عارف إن فيه عدد 12 لعيب مصري بالإضافة لاعب برضو مصري من موليد مصري اسمه أحمد الفئي بيرعب كنادي الهلال يعني مش جاي من الدور المصري لكن كان موجود هنا من يعني اللاعب مصري مسجل على إنه موليد بشكل عام المحترفين من الأسبوع ده كان أعتقد أنه الأسبوع اللي بالنسبة لهم بالنسبة لهم أعتقد أنهم ما كانوا في أفضل أحوالهم كان واضع بشكل عام مش كما أعتادنا في الأسابيع اللي فات كان فيه تقلق كبير الأسبوع ده أعتقد أنه الأسوأ بالنسبة لهم على مدار الشهرين اللي كانت من ناحية مستوى شخصي أو من ناحية نتائج عامة؟ النتائج والمستوى يعني النتائج برضو يمكن النتائج أثرت على مستوىهم النتائج فرقهم أثرت على مستوىهم على سبيل المثال إحنا عندنا مؤمن ذاكرية غاية الأسبوع ده ملعبش على أساس المصاف مؤمن غاية قصرياً احتمال يرجع الأهل عنده مجرأة أسهوية بعد يومين مش مؤكد أنه ممكن يكون تعافة تعرض لإصابة من تقريباً عشر أيام ومتأثر بيها فمرجعش بشكل أساس يعني وبدأ يدخل في التدريبات الجامعية لكن ما شاركش في الأسبوع الآن 23 لدور السعود الآن ما شاركش كان يختار لو لعب كان يدخل في المؤمنها مباشرة مع عصام الحضري وإعماد نتائج أفضلهم على الإطلاق كان عمر بركات عمر بركات كان الشباب فريقه كسب اتحاد جزة كان في مواجهة مباشرة مع زميل ومحمود كهربا الشباب كان الأسبوع اللي قابلوا خسران من الاتحاد ثلاثة واحد إلا الأسبوع فقط رد قدر أنه يكسب اتحاد في جزة وقدام جمهين ثلاثة صفر عمر بركات صنع أحد الأهداف المهمة وكان لعب دور مهم جدا في تحقيق الفوز حسين السيد وأحمد الشيخ برضو تهموا في فوز فريقهم لاتفاق على أقوة ثلاثة اتنين وكان ليهم لمسات جميلة وكان دورهم بارز وجاية الحظ لم يخدم عماد مكهر بشكل الجير يمكن طبعا التعاون خسر خمسة واحد من الأهلي أهل جهد ده فالحظ الحضر بخلص في الضمان كل يوم كرف عسام الحضري أعتقد عسام الحضري لو مستر كوبر بيشوف المبرادة هتقلل كثير قوي 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 من حظوظه يمكن مش منه شان قول في الانضمام للمتاخل المصر على الأقل على الأقل في توابج الحرس الأول ها يعني في توابجه كأس هاتف لأنه كان للأمانة كل اللي شافوا المبرادة يعني حدثوا أنه على الأقل كان سبب في ثلاث مبرادة ثلاث أهداف كمسة يعني في أحد الأهداف منهم هو ردد الكرة لمهاجم بشكل غريب 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 لم نعتاد عدين من أساب الحضر العماج مثل بقول لحضرات الحضر ما خدموش لأنه كان له شفتين ثلاثة خلال المبرادة الفريق طبعا بالشكل عام كان مستوى نازل فكان يومه حاولت لكن لم ينجح في التسجيل طبعا البيت المختلفين يتنشي كابالا برضو عدوا مشكلة مع سرقتهم لم يظهرش الأسبوع ده مع الرائد الفريح جمعة شارك ربع ساعة تقريبا لقد حوالي ربع ساعة أو وقشرة دقيقة ظهر بمستوى كويس يمكن صنع كورتين كانوا ممكن يجوا جوان فرقة صالح ببع خسر طبعا بخسر من اللا الواحد ستر ماشي الاتفاع الوفري أحمد الشيخ وحسين السيد تسبوا الأحد ثلاثة اثنين ماشيين كويس طبعا بشكل عام يعني كان زي ما قلت لحضراتك يقدر أسبوع للمسيان بشكل جديد يعني شكرا جدا وزعالي على المعلومات الوفيرة وتختار مميزة جدا شكرا جدا لحضراتك أستاذ علي مسعود مدير تحرير جريدة الرياض السعودية يعني قال أسبوع حزين للمحترفين المصريين في السعودية إن شاء الله ما يتكررش وإن شاء الله يبقى أجا مشرفة للدوري المصري عموما لعب المصريين اشتركوا في القناة